أنا باهتم كثيرا بقضايا الأسرة لأن الأسرة هي الوحدة الأولى للمجتمع وبأمن الأسرة وأمانها تتم رفاهة الإنسان وأيضا يتم نوعا من أنواع العدل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى إذا رأى عدلا في الأرض فإنه يبارك فيه لدرجة أن كثيرا من العلماء ينصون على أن هذا العدل حتى لو صدر من الملحد من الكافر من من يعني ليس أهلا لأن يعلم هذه الأشياء فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يعني يبارك في عمله يعني هناك فرق بين الفعل والفاعل قد يكون الفاعل سيئا وقد يكون نيته مفسدة ولكن إذا ما توخى العدل فإن الله يحب هذا العدل يحب هذا الفعل فالعدل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى العدل كان هو أساس الملك ولذلك القضية أن يكون هناك عدل في الأسرة وتوزيع الحقوق والواجبات ومراعات الخصائص والوظائف والمراكز القانونية كل هذا يؤدي في النهاية إلى سعادة الإنسان نحن نريد هذه الرفاهة ونريد سعادة الإنسان ونريد أن نطور نغير نتقدم خطوة إلى الأمام بقضايا الأسرة من أجل إنهاء الشكوى في كثير من ما حدث في التجربة يعني نحن عبر السنين منذ أكثر من مئة سنة ونحن نحاول هذا المعنى ولكن كل الزمن له مقتضياته وله عناصره وله متغيراته فيجب علينا من خلال هذا أن نغير القوانين حتى نصل إلى حتى ما يسمى بروح القانون قد يصلح قانون في زمن بناء على الثقافة السيدة بناء على العادات والتقاليد بناء على مقتضيات مجتمعية عامة أو موروثة ولكن يأتي في زمن آخر يحتاج إلى تغيير وإلى تطوير ولكن كل ذلك منضبط بسقف لا نستطيع أن نتعداه لأنه ليس من مصلحتنا أن نتعداه أمام الله سبحانه وتعالى وهو مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكمها العامة هي المصدر الرئيسي للتشريع ومن هنا جاء فكرة المحكمة الدستورية العليا التي تراقب على دستورية القوانين والتي منها مخالفة أو عدم مخالفة هذه المادة التي تعد صقفاً لا يمكن أن نتعداه لأنه لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فنحن نسعى إلى هذا ولكن تركيبة المجتمع المعقدة وتركيبة المجتمع المتطورة المتدهورة في بعض الأحيان ما يحيط بنا من متغيرات بيجعلنا نعتمد على الله بيجعلنا نثب في الله وهذا أمر يعني ينشئ ثقة بين العبد وربه وينشئ ثقة بين العبد وغيره